تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من دردشة إنجليزية اللي بتجيكم مني أنا محمى العواد كل يوم اثنين عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك دائما بقولكم تشتركوا فيها أسبوع كثير في أحداث أسبوع عملنا حلقة خاصة عن عودة رونالدو لليونيتد وخروجه من اليوبي أسبوع في كثير أخبار في كثير تفاصيل في كرت القدم أسبوع كان في قمتين وحدة كانت قمة اسم على مسمى وواحدة ثانية ما كانت مباراة أصلا مانشستر سيتي بيسحق أرسناد ولو إنهم كانوا في جولة تدريبية للعب أفضل نبدأ في القمة الأولى تشيلسي وليفربول بيطلعوا بالتعادل النتيجة ربما اللي كانت أقرب الناس لتوقحها لكن أحداثها مجرياتها كانت جميلة تشيلسي هو بـ 11 لعب كان يبين أعلى شوي من ليفربول فنيا وسرعة وحتى ارتياح في أرض الملعب الطرد عكس كل شيء بالنسبة للطارد شوف ناس يناقشوا صح مش صح شرعي مش شرعي أنا أعتقد واضح جدا رغبة اللاعب بتحريك إيده يعني ما بنتكلم الكرة راحت على الإيد إيده راحت على الكرة بالتالي بالقانون ما فيش شيء اسمه ما يخربش المباراة ويخرب المباراة فيش اسمه القانون قانون أكثر شيء لافت باللقاء مش تمركز لعب تشيلسي رائع بالنقص العددي بعشر لاعبين إدارتهم اللقاء استفزازهم لليفربول وهربهم بالتعادل أكثر شيء مميز باللقاء اللي قدر يعمل وتخيل بين الشوطين الفريق قبل ما يدخل غرفة تغيير الملابس كان متوتر معصب منفعل متهور أول ما دخلهم غرفة اللحم لعبين تانين قمت الهدوء الاسترخاء كأنهم مارسوا اليوغا في غرفة تغيير الملابس وطلعوا لاعبين آخرين جدا تركيز مية في المية تنفيب مية في المية هذا شيء بوريك قداش تأثير تخيل الذهن راهيب ورائع على الفريق في حين لما دخلوا لعبة أرسنال ما طلعوش هذا بوريك قداش ما فيش تأثير لأرتدت عليهم ليفربول تم اتهامه كأنه ضيع المباراة لأنه لعب ضد عشر لاعبين ليفربول حاول لكن أنا أعتقد تمركز دفاع تشيلسي كان كثير قوي ليفربول راح منه أربعين دقيقة نتيجة مستوى فيرمينيو ليفربول حاول وجرب أسلحة التزديد عن بعد ولا العلم مش غلط لأنه في كثير مباريات كبيرة لو نرجع بذاكرتنا لليفربول كثير مباريات كبيرة فرقت معاه الشوتات من خارج منطقة الجزاء لأنه كثير دفاعات الأندي الإنجليزية الكبرى بترجع لورا لما تبلش الدافع زيادة عن اللزوم في منطقة الجزاء فليفربول حاول يشوت من بره أكثر بالمرة لكن مندي وقفه كلوب حاول يعمل هذا الشيء اللي نجح معاه قبل هيك ربما ليفربول كان محتاج شكلتين محتاج الشيء اللي كنا بنتفق عليه أنه ليفربول ما عنده لاعب الوسط صاحب التمريرة اللي هي بتخلق الفرصة دائما اعتماد خلق الفرص على الأطراف روبرتسون وآرنولد وعلى إبداع الثلاثة اليجومية هذا الشيء بنعرف فرصات تقديدة الشيء الثاني لا ماني ولا صلاح ولا جوتا عملوا الاندفاعات الفردية اللي ممكن تعمل بل بل دفاعية يعني أنت مش ضروري لما تراوغ تكون بتراوغ بشكل إيجابي عشان هيك أنا كنت أحكي دائما لو يجيبوا واحد زي أدامة راوري ممكن يخدمهم لأنه بهيك مباريات مسكرة بدك واحد يركن ويمر ويفتح الدفاع غصبا عنه وتيجي منه التمريرة وبعدين تبدأ الهجمة بعد ما يتخلخل دفاع خصمك هذول الشغلتين افتقرهم ريبربول بس أنا ما بعتقد أن البربول قدم مباراة سيئة البربول قدم مباراة مقبولة عشان هيك يورجون كلوب يمصمم على ذلك إنه أنا ما قدمت مباراة سيئة أنا ما فوز أكيد اللقاء أشعر الناس إنه تخيل تفوق فنيا على كلوب لأنه قدر يصمت بعشر لعبين قدر يشتري الوقت في آخر الشغط الثاني بشكل كويس جدا حتى عملت استفتاء عندي على انستغرام والناس معظمهم قالوا آه تخيل هو اللي فاز فنيا بذلك اللقاء بس هذا لو بدي أشوف الآن مين الأقرب للدوري بقول بعدين مانسيتي ربما تانية رغم نتائجه المرعبة بس مانسيتي بنعرف إنه في المباراة اللي حيتأخر فيها بالنتيجة حاتنا نرجع نحكي عن مشكلة رأس الحربة إذا فيران توريس ما نجح فيران توريس واللي حديثت به مباراة مانسيتي وأرسنال وحديثنا عنها اللي بيقول لك جوارديولا هذا فاردي بتحرك زي فاردي فيران كسب كتير من لعبه باليورو كسب ثقته بنفسه ثقة جوارديولا فيه كسب رغبته بإثبات نفسه وإنه يبين كان شوي خجول في الموسم الأول الآن عم بيظهر في شكل أفضل الآن لو إنه بدي تتحول لرأس حربة حتكون محاولة جريئة من جوارديولا يمشي الموسم برأس حربة هو فيران توريس خلينا نشوف نتائجها لأنه نتائجها بتحسن مبدأ ما سيتي حيجيب بالدوري ولا لا السيتي خلص ركب على أرض الملعب مبارتين وراء بعض نتائج كويسة وواضح ركب الكرة بتدوره في شكل طبيعي اللي منتعود عليه مع جوارديولا برجعك لورا وبيظلك تستنى متى حيقدر يسجل فيك إذا أنت ما قدرت ترتد عليه الفريق ركب الفريق بدون دي بروين عم بيلعب كويس وبي دي بروين عم بيلعب كويس عنده خيارات كثيرة حتى لو ما إجا هاركين بالنسبة للسيتي أنا ما زلت أعتقد مسألت رأس الحربة ومسألت توريس هم اللي بيحسبوا هيقدر يجيب اللقب ولا لا بالنسبة للأرسنار اللي صار فضيحة كروية زي ما منتفق جميعا مباراة بدون روح مباراة إنه عادي خذوا الكرة 90% شو بدنا فيها مباراة يعني مستفزة مستفزة جدا أنا ما بشجع أرسنار وما بذكرني شجعت أرسنار بحياتي إلا فترات بجوز أيام هنري وبيركم وما كانش فريقي الأول لكن نا مستفزة كتير لأي مشاهد كرة قدم حتى والله عظيم بفريق درجة تانية وبلعب مباراة في البرمير ليج لازم يقاون المشكلة اللي حكيناها بالماضي السنة الماضية واللي قبل الأولى العلم من آخر موسمين إنه هذا الفريق صار عنده كل شي عادي يخسر ويفوز عادي وهذه هي المشكلة عشان هيك أنا مؤمن إنك محتاج مدرب ميكد مدرب إذا تعادل ومباراة يعملهم إياها جحيم لللاعبين بدك مدرب زي كونتي يفرق معان نقطة عن جده وياخد الموضوع الشخصي بحد أوكي حيتمشكل مع الإدارة بعد سنتين يطلع بس حيبقي لك العقلية زي ما عمل مع اليوبي زي ما عمل مع تشيلسي مدرب دائما قدر يحط عقلية الانتصار باللاعبين بالنسبة لأرتتا مع المواسم اللي راحت صراحة أعتقد فيه يعني إحنا منستنى شي ممكن ما ييجي منستنى جوارديولا اللي هو داخل أرتتا اللي أنا لحد الآن مش فهم ليش الناس افطردوا إنه أرتتا بيشبه الجوارديولا يعني لحد الآن مش قادر لأنه قاعد جنبه ومساعده ما أعتقد من ذلك المعيار كافي إنك تحكم على المدرب لكن خير نحكي ما ضلت شيء يتدافع عنه فيه أبدا يعني حتى اللاعبين ما بتعني إنك تغسر بهذه الطريقة تقول لي بيش ترونهوش بالفارق الإنفاق آخر خمس سنين هما من أحسن الأندي اللي دفعت فلوس إنت فيه مشكلة إدارة رياضية أكيد في أرسناها بس أرتتا أيضا مشكلة فنية موجودة قروا على متصدر الدورة تنهام اللي جمهوره لامني الحلقة الماضية أكيد مش راح ننساها المرة ثلاثة انتصارات ثلاثة شباك نظيفة بداية رائعة من نونه الفريق بلعب بهاركين هاي المباراة اللي هدد المرمى أكثر من مرة لكن الفريق أيضا مرة أخرى عم بيسجل من ربع فرصة عم بيسجل من نصف فرصة ما عم بيخلق كمية الفرص الكافية إنه يفوز هذا الشي بخليك تقول تنافس على اللقب بهذا العدد من الفرص صعب هذا الفريق مبارتين ما مسك كرة أكثر من خصمه هاي التالتي مسك لكن أيضا شي بخليك تقول تنافس على اللقب صعب مع واتفورد الطر يرجع في ملعبه آخر شي ويدافع في مباراة الأخرى دافع إذن هذا الشيء التالت ما بزبط إنك تدافع طول الموسم مستحيل تجيب الدوري بهذا الإسلوب نعرف الدوري محتاج نزعة هجومية بكتير مواقف فبالتالي ما بقدر أحكي إنه ممكن أشوفه بطل دوري حتى الآن لسا نحكي عن موكر الدوري أصلا ممكن ما نشوفهش توب فور لكن مسألة التوب فور في شي صار اللي هي الشباك النظيف الثلاث قال الفرص الخطيرة القليلة على مرمات تخليك تقول إنه ربما نونه حل اللي معرفش يحله بكتين وآخر موسمين ولا موريني طول فترته اللي هو مشكلة هالدفاع رغم إنه حتى الآن ما استخدم الصفقة الشديدة روميرو بشكل حقيقي لكن هل هذا الفريق قدر يحل مشكلة الدفاع إذا حل مشكلة الدفاع بوجود لعبين سوبر كواليتي زي هيونغ وهاري كين أنا أعتقد توتنهام بقدر ببساطة يعملنهم صدمة كبرى بالبرمير ليج إنه يطيح بواحد من الأربعة سيتي ليفربول تشيلسي ومان يونيتد ويوديهم على الدوري الأوروبي بشرط إنه يكون هذا اللي بنشوفه الآن هو الحقيقة مش مجرد تأثير البدايات لأي مدرب ولما نتكلم عن البدايات من روح على إيفرتون اللي بادي بداية جيدة وعنده لاعب اسم غراي اللاعب اللي بادي بشكل رائع حركته تأثيره فوضته اللي بيعملها وتسجيله الأهداف هذا إجاب مليون ونص يورو لو كمل هيك حيصير حديث السوق إنه كيف اللاعب هذا كان مكسب لرابة بنيتز وثروة صنحها إيفرتون ملاشئ لكن مرة ثانية إيفرتون آخر لسنين دائما بيبدأ كويس يكمل كويس حيصير عنا قصة رائعة جديدة في البرمير ليغ إيفرتون ليفربول مرة ثانية برجع الهجيمة أكبر من وضع الحالي وشفنا أيضا تعادل درامي لنيو كاسل رغم أنه تقدم بالدقيقة تسعين فاتلقى التعادل بالدقيقة خمسة وتسعين فتعادل اثنين اثنين ما فاز ولا مباراة حتى الآن نيو كاسل آخر سنتين أو ثلاثة ما بيلعب كرة قدم نيو كاسل لو تروح تشوف الإحصائيات تعتكرته قدم في هذا الموسم هو دقريبا دائما من أسوأ عشرة بأي شيء من أسوأ عشرة بأي شيء وبعقه معظم الأشياء من أسوأ خمسة وهو الثاني أسوأ فريق في الدور الإنجليزي من حيث الأهداف المتوقعة ضده صح ما إجت فيه لكن يعني كان دائما عليه قطورة كبيرة الفريق هذا ما بيلعب لسه الكرة الحقيقية وكل سنة عن سنة عب بتراجع عب بفرق عن الهبوط 6-7 نقاط 6-7 نقاط ولكن اللي شاف شو صارب سندرلاند في الماضي وأستون فيلا بالماضي وستوكسيتي بالماضي بيعرف إنه هادي بشاير هابط إذا مش السنة هاي السنة الجاي إذا ما بتتطور في البرمال ليج بنزلوك تحت على طول لأنه الكل عم بيحاول يتطور بشكل دائم ونختم حلقتنا بالكلام عن مانشستر يوني عتدي الفريق اللي فاز في مباراة صعبة على ويلبرهامتون بهدف مقابل الأشياء حسب الأهداف المتوقعة كان لازم يفوز ويلبرهامتون 2-1 بس زي ما بنعرف والبرهامتون بضيع كثير فرص وما بيجيب أهداف رغب أنه بيخلقها إلو سنتين بشكل كويس كثير مان يونيتد من الناحية الهجومية تقريبا ما قدم كثير إلا لحظة الهدف وفرصة أو فرصتين تانيات من الناحية الدفاعية ضرار عن مستوى الفردي بتحس إنه آه ضاف شيء بالكرات الهوائية ضاف شيء بمبدأ التوقع كويس جدا دي خيه هو الأبرز كان إنه أنت اللعب للحارس اللي كنت انتقده كثير وكان موقف في ذلك اللقاء أنت محتاج حارس بمستوى البطولة لدي خيه بتتمنى يرجع دي خيه تاع زمان لأنه لو رجع دي خيه تاع زمان مع هاي التشكيلة هذا فريق بصير قادر يتتوج لكن هذا الفريق من حيث لعب كرته قدم في هاي المباراة والمباراة القابلة لسه ما لعبش يعني تقريبا من مبارتين وراء بعض لعبوا مع بعض عشر دقائق لكنه فاز وهذا المهم وبنعرف بالدور الإنجليزي وبالبطولات الصعبة بمحتاج الثلاث نقاط في البدايات لعندما تأخذ الفريق لعندما يجيب الملهم اللي كل التصريحات تقريبا عنه بعد المباراة إكريستيانو رونالدو اللي أعتقد تأثيره الذهني ممكن هو اللي يكون محرج لكل اللاعبين اللي حوله إنه لازم يلعب الفريق بشكل أفضل ولما يكون رونالدو موجود في منطقة الجزاء الجميع حيحاول يوصل الكرة لمنطقة الجزاء فهذا ممكن يحسن مان يونايتد هجوميا لأنه فيه ثقة مطلقة هناك في منطقة الجزاء الثقب الأسود تحت الكرات تعطيه كرة وبحول لك يا هدف إكريستيانو رونالدو بيحرج اللي يحاوله دائما إنهم يحاولوا أكثر وأكثر للأمام لأنه عندهم لاعب بقدرات حسب رونالدو فالأمل إنه تأثير رونالدو يكون إنه هذا الفريق يلعب بشكل هجومي مستقر أفضل بشكل يلعب فيه كرة قدم أفضل ما عندي مشكلة حتى تدافع في مباراة المهمة بس والله جودة خط وسطك مقارنة بوسط خصوم الآخرين ما بصير أنت اللي تكون متراجع لأنه مش كثير ذلك الفرق بالجودة وما نعلق على قصة لاعب معين مش موجود لاعب وسط متأخر كل الأمدية الإنجليزية عندها نقص بخط الوسط بلاعب كلها بلا استثناء ربما تشلسي الأكمل لكن الباقيين يعني كلهم عندهم نقص بلاعب 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 لو اشتغلت على المنظومة صح ما بتعود محتاج ذلك اللاعب فأنا حتى الآن أعتقد تأثير كريستيان رونالدو اللي حيكون هجوميا على مان يونايتد هو المسافة بين مان يونايتد مستقر بالنتائج والأداء ومساق مان يونايتد الفريق اللي متذبذب اللي بنيعرفه آخر فترة نوصل هون لنهاية سيلفي إنجلترا وبذكركم دائما لو سمحتوا اتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم المهتمين بالدورة الإنجليزية وتركوا لايك عليه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة